جماعة اليوم في عندنا أشياء كثيرة بنتكلم عنها رح أوريكم ليش أعتقد أنه في احتمالية كبيرة أنه نشوف حركة كبيرة في خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة فإذا عندك أي كريبتو فتحتاج أنك تشوف هذا الفيديو وكمان قاعد نشوف إعداد حاليا على أمل أنه هذا رح يقود إلى أكبر موسم عملات بديلة شفنا على الإطلاق كل شيء قاعد يتجهز لهذا الشيء فإذا أنت مهتم بالعملات البديلة وعايز تربح أموال عن طريق العملات البديلة فتحتاج أنك تشوف هذا الشيء وكمان في الأخير رح أوريكم هذا التشارت هذا هنا بيانات الـ On Chain وفي آخر مرة لما شوفنا هذا الشيء حصلنا كمان على ارتفاع قوي في البيتكوين فتقدروا تشوف يا جماعة أن الأشياء تتوافق وتتجهز زي ما قلت في خلال الأسبوعين الماضيين فلازم تشوفوا هذا الفيديو من البداية إلى النهاية رح نتكلم عن كل هذه الأشياء وكل اللي لازم تعرفوا الآن على الشيء تربح بعض الأموال مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأموال الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جد على هذا القناة سووا سبسكرايب وفاعل الجرس الآن وقبل أن نعمل أي شيء يا جماعة عايز فقط أهنيكم إذا أنت داخل في الكريبتو من عدة سنوات أو حتى من هذه السنة أو السنة الماضية عايز أهنيكم لأنه أنت في سوق ممكن تحصل منه على أرباح تغير الحياة تماما وهذه فقط مسألة وقت تذكروا يا جماعة أن الوقت في السوق أفضل من توقيت السوق طيب أول شيء يا جماعة هنا على فريم الأربع ساعات اللي نشوفه نشوف ارتداء صغير هنا نفس الشيء اللي كنا نتوقعه أول ما نلمس مستوى 45 ألف دولار ففقط مجرد هبوط صغير هنا على فريم الأربع ساعات وليش حصلنا على هذا الارتداء والهبوط؟ إذا رحنا يا جماعة على الفريم اليومي راح نشوف المثلة هذا الهائل هنا وعندنا خط المقاومة عند 44 ألف و 500 دولار والآن أكيد يا جماعة نحاول نكسر هذا الخط الأعلى وهذا من أواخر خطوط الدفاع للبيرز للبائعين فإذا حصلنا على كسر قوي من هذا المثلث الأعلى فهذا رح يكون خلاص تصبح على خير للبائعين وإذا حصل هذا الشيء فأعتقد أنه رح نحصل على أرباح جيدة جدا هنا حتى ولو على المثل القصير فإحنا حاليا نراقب هذا الشيء والآن الخط هذا تماما عند مستوى 44 ألف و 603 دولار فنعم يا جماعة الخط الأحمر هنا في هذا المثلث أنا سعيد أني قدمت لكم هذا الشيء في وقت مبكر جدا وتقدروا تشوفوا أنه هنا ضربنا هذا الخط مرة مرتين 3-4-5-6-7-8-9-10 ضربنا هذا الخط عشر مرات وفي كل مرة واجهنا مشكلة في كسر هذا الخط الأعلى والإقفال فوقه ولكن هذه فقط مسألة وقت جماعة فخلونا أن نشوف هل رح نقدر نكسر فوق هذا الخط ولكن يا جماعة ولكن أنا ما أستبعد أنه ممكن يحصل شوية هبوط أو ارتداد هنا أثناء كسر أو أثناء محاولة كسر هذا الخط ولكن بغض النظر يا جماعة مرة أخرى إذا كسرنا فوق هذا الخط وأقفلنا فوقه فرح نحصل على أرباح ممتازة جدا طيب خلونا نكمل عايزة أتكلم عن هذه الأشياء وركزوا هنا يا جماعة الحركة الهائلة القادمة اللي أعتقد أنه ممكن تحصل فيه خلال 48 ساعة القادمة هي إذا أقفلنا فوق هذا الخط شوفوا ركزوا هذا الخط يا جماعة هنا هذا خط المقاومة في الأعلى على الفريم الأسبوعي شوفوا مدى طول هذا الخط هذا الخط يا جماعة يبدأ من بدايات 2021 هذا مش شيء الواحد يمزح معه هذا خط تريند لاين مهم جدا وزي ما تعرفوا يا جماعة هنا أنه حاولنا نكسر خط التريند لاين الأعلى هنا مرات متعددة إذا أنت متابع قناتي فأنت عارف كل هذه الأشياء وأعارف أهمية خط التريند لاين الهابط هذا ولكن شوفوا الآن إحنا الآن فوق هذا الخط وهذه الشمعة رح تقفل في خلال 48 ساعة ففي خلال 48 ساعة القادمة إما أنه يا جماعة رح نقفل تحت الخط الأحمر هذا هنا وهذه رح تكون حركة ارتداد قوية جدا إلى أسفل هذا الخط الأحمر مرة أخرى فهذه هي الحركة القوية لأنا أتكلم عنها لأنه في ناس كثير ما يفهموا معنى كلامي وهذا يعني فقط أنه رح نحصل على مجرد ديل هنا في الأعلى وإقفال الشمعة رح يكون تحت الخط الأحمر هذا الشي حصل من قبل وممكن يحصل مرة أخرى ولكن في نقطة من النقاط يا جماعة إحنا رح نقفل فوق هذا الخط هذه فقط مسألة وقت ولكن إذا هذا هو الأسبوع اللي أخيرا رح نقفل فيه فوق هذا الخط هذا رح يقود إلى حركة سعر هائلة جدا هنا في البيتكوين لأنه شوفوا هنا يا جماعة مرة أخرى هذا الخط الكبير المهم حاولنا نكسر هذا الخط مرات متعددة وكسرنا فوق هذا الخط هنا مرة واحدة وهذا كان أثناء القمة الثانية وهذا لما طلعنا من مستوى 40 ألف دولار إلى 69 ألف دولار هذه كانت حركة كبيرة ولكن من ذاك الوقت يا جماعة إحنا قاعدين نحاول نكسر فوق هذا الخط من فترة طويلة فبكرة هو الأحد يا جماعة بكرة تنقفل فيه هذه الشمعة فخلونا نشوف يا جماعة هل هذا هو الأسبوع اللي أخيرا فيه رح نقفل هذه الشمعة فوق الخط رح نشوف يا جماعة هو أكيد أنا رح أخليكم على اطلاع بهذا الشيء على تويتر وأنا أشوف يا جماعة أنه فيه احتمال وفرصة أنه البيتكوين يوصل إلى 50 ألف دولار هذا الأسبوع نشرت هذا الشيء في 22 مارس فأعتقد أنه في ناس كثير كانوا يقولوا أنه تفكيري مش صحيح ولكن أنا مؤمن بهذا الشيء إذا حصلنا على إقفال فوق هذا الخط هنا على الفريم اليومي وكمان إذا أقفلنا هنا فوق الخط الأحمر هنا على الفريم الأسبوعي إذا حصل هذا الشيء فيوجد احتمال وفرصة كبيرة أنه رح نحصل على الارتفاع اللي رح ياخذنا إلى مستوية المقاومة في الأعلى عند 50 ألف دولار فهذا هو الشيء اللي إحنا مراقبينه ولكن عايز أعيد مرة أخرى أنه هذا الشيء فقط رح يحصل إذا حصلنا على إقفال فوق هذا الخط ولكن غير كده جماعة فرح نحصل على هبوط وإقفال تحت هذا الخط الأحمر مرة أخرى فاللي علينا يا جماعة إنه نستنى ونشوف إيش اللي رح يحصل وراح أخليكم على إطلاع ولكن كمان يوم الأحد في المساء الأسواق التقليدية رح تفتح الأسواق التقليدية الآن إحنا داخل هذا الخط البني وإذا كسرنا فوق هذا الخط البني للأعلى فهذا رح يكون شيء جيد جدا كمان للبيتكوين فالأسواق التقليدية هنا رح تفتح في يوم الأحد في المساء تماما لما نحصل على إقفال الشمعة هذه الأسبوعية للبيتكوين فتقدروا تشوف يا جماعة هنا كيف الأشياء قاعدة تتوافق وزي ما تعرفوا أنه أنا دخلت في البيتكوين بشكل كبير لما نزلنا هنا إلى منطقة الثلاثين ألف دولار وأنا قاعد أقول لجماعة من فترة طويلة أنه إما أنه إحنا خلاص قد وصلنا إلى القاع أو أنه رح نحصل على القاع في منطقة الثلاثين ألف دولار فأنا بديت في الدخول هنا تدريجيا في أثناء هذا الهبوط ولكن للأسف كان عندي طلبات شراء كبيرة جدا جدا هنا عند الثلاثين ألف دولار كان عندي أمل أنه رح تتنفذ هذه الطلبات إذا حصلنا على ذيل هنا للأسفل إلى منطقة الثلاثين ألف دولار ولكن للأسف ما حصل هذا الشيء وبنفس الوقت سعيد أنه أقل شيء جمعت شوية بيتكوين هنا عند هذه المستويات وإذا حصلنا على هبوط مرة أخرى إلى هذه المستويات فأنا كمان رح أجمع بشكل مجنون جدا وأنا متأكد يا جماعة إنكم عارفين بهذا الشيء دائما أحاول أني أخليكم على إطلاع بإيش اللي قاعد أعمله طيب والآن قبل أن نتكلم عن احتمالية أكبر صعود في تاريخ العملات البديلة إذا عايز تتداول تقدر تحصل على 4.530 دولار بونس من البايبت وتقدر كمان تحصل على رسوم مخفضة من منصة المارجيكس وكمان 8000 دولار من السيتريد و3.500 دولار بونس من الفميكس وعلى منصة الأكس تقدر تحصل على داخل مستمر من الكريب تتبعك وعلى منصة ديلتا أفضل منصة لتداول الأوبشنز و10% تخفيض وجماعة عايز أعرف رأيكم هل عايزنا نعمل تعاون مع قنوات يوتيوب أخرى وإيش القناة اللي عايزنا نعمل تعاون معها مثلا في عندنا هنا قناة البيتكوين للجميع يتكلم عن تحليل البيتكوين تحليل السوق وإيش اللي يحصل وتحليل بعض العملات البديلة كمان فجماعة إيش رأيكم وهل عايزنا مثلا نعمل تعاون مع قناة البيتكوين للجميع اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات رح أكون سعيد جدا إني أقرأ رأيكم طيب خلونا الآن نتكلم عن هذا الشيء اللي قاعدين نشوفه الآن يا جماعة قاعدين نشوف القيمة السوقية للكريبتو بدون البيتكوين وبدون الإيثيريوم فيعني كل العملات الرقمية بدون البيتكوين وبدون الإيثيريوم وهنا في الأسفل شيء مثير يا جماعة عندنا هنا مؤشرة تدفوق الأموال وعندنا كمان الموفينج أفريج لنفس هذا المؤشر طيب إيش هو مؤشرة تدفوق الأموال طيب The Money Flow Index اللي هو MFI هو مؤشر يولد إشارات لما نكون في ذروة إشجراء أو في ذروة البيع باستخدام بيانات السعر وبيانات الحجم فيعني تقدروا تعتبروه كمؤشر الـ RSI ولكن هذا يضيف بيانات الحجم مش فقط السعر طيب فهذا هو الشيء اللي نشوفه هنا في الأسفل وزي ما قلت في عندنا كمان الموفينج أفريج طيب في عندنا شيء مثير جدا شوفه هنا لما نشوف المؤشر يكسر خط الموفينج أفريج الخط الأزرق هو خط الموفينج أفريج والخط الأصفر أو الخط البرتقالي هذا هو خط المؤشر تقدروا تشوفه هنا مثلا هذا كان في عام 2018 لمسنا هذا الخط هنا مرتين وبعدين هبطنا وفي المرة الثالثة لما كسرنا فوق خط الموفينج أفريج للأعلى نشوف إنه حصلنا على حركة صعود قوية هنا للأملات البديلة وهذا كان في عام 2019 يعني قبل فترة فخلونا نشوفه الآن هنا في التاريخ مؤخرا لأنه تقدروا تشوفه بعد ما حصلنا على هذا الارتفاع حصلنا على هنا تقاطع بيرش هذا هنا سوى إعادة تهيئة ودخلنا في بير ماركت في جميع القيمة السوقية للأملات البديلة طيب فنزلنا وحصلنا كمان على نفس الإعداد يا جماعة ضربنا الخط مرة مرتين وهنا طلعنا فوق الخط شوية وكمان حصلنا على طلوع في المرة السابقة ولكن في المرة الثالثة حصلنا على التقاطع الإيجابي وهذا هو الوقت اللي حصلنا فيه على الصعود الكبير وهذا كان لما الواي فاي والكمباوند وهذا كان بشكل كبير يعني أقصد ارتفاع الأملات البديلة يعني راح أقول موسم العملات البديلة في عام 2020 وبداية 2021 كان بشكل عام أكبر من موسم العملات البديلة في عام 2018 وطبعا هذه من رؤيتي من معاشرة مواسم عملات بديلة متعددة فهذا بكل تأكيد كان أكبر موسم فبصراحة يا جماعة أنا أشوف أنه هذا شيء هائل وشيء مجنون أنه هذا كان آخر موسم عملات بديلة وهذا كان أكبر موسم إلى الآن ولكن خلونا نكمل يا جماعة طيب فحصلنا على التقاطع البيرش هنا للأسفل وحصلنا مرة أخرى على نفس الإعداد لمسنا هذا الخط مرة وبعدين طلعنا فوق الخط شوية هنا والآن يا جماعة عندنا التقاطع الثالث والسؤال هنا اللي يطرح نفسه هل هذا راح يكون النفس التقاطع اللي شفناه هنا ونفس التقاطع اللي شفناه من قبل وهل راح نشوف أو هل راح نحصل على أكبر موسم عملات بديلة شفناه على إطلاق الآن فهذا بالفعل يا جماعة شيء لازم الواحد يكون مركز عليه بالمناسبة تم نشر هذا التشارت عن طريق تريدين شوت فتحية له كالعادة هذا التشارت كبير ضخم يا جماعة هنا لازم الواحد يكون منتبه عليه وأنا دائما راح أخليكم عليه الطلاع طيب في الأخير يا جماعة عايز أتكلم عن موجة التمسك السنوية طيب إيش هذا الشيء؟ هذا يا جماعة شيء مثير جدا موجة التمسك السنوية هي مجموعات البيتكوين عن طريق العمر يعني من لما تم نقلها من محفظة إلى محفظة أخرى يعني على سبيل المثال نحن الآن نشوف على نسبة من كمية البيتكوين كامل اللي ما تم نقلها أو ما تحركت من محفظة إلى محفظة أخرى لمدة أقل شيء سنة كاملة طيب طريقة أخرى لشرح هذا الشيء هي كم كمية البيتكوين اللي يتم الاحتفاظ فيها في المحافظ بنية الاحتفاظ على المدى الطويل طيب اللي نقدر نشوفه هنا جماعة نشوف سعر البيتكوين هنا بالخط الأزرق والخط الزهري هذا هو خط المؤشر نحن الآن على هذا المؤشر عند نسبة 63% طيب فهذا الشيء لحاله يعتبر شيء مثير لأنه الآن نحن عند منطقة أعلى قمة وما قد حصلنا أبدا على كمية متمسكين بالبيتكوين بهذا الشكل أو خلونا نقول أنه كمية البيتكوين هذه لم يتم التمسك بها في المحافظ من قبل بهذا الشكل فهذه الكمية جماعة الناس محتفظين فيها وما يحركوها وربما يتمسكوا فيها لبقية حياتهم وتقدروا تشوفوا أنه نحن كنا قريبين جدا من هذه المنطقة من قبل كان في الواقع عند 64% فإحنا الآن عند منطقة أعلى قمة 64% هذا لما كان البيتكوين عند السعر 11 ألف دولار ومن هذه النقطة جماعة هو لما حصلنا على هذا الارتفاع إلى منطقة 64 ألف دولار ومنطقة 69 ألف دولار بعد كذا فهذا يعتبر شيء مشوق أن نشوفه جماعة هو شيء مثير أنه نحن الآن عند نفس المستوى السابق وكمان كنا عند هذا المستوى أو هذه المنطقة السابق في عام 2016 كنا هنا في هذه المنطقة عند 61% ومن بعدها هنا يا جماعة حصلنا على ارتفاع قولي الأعلى فبشكل عام يا جماعة لما كنا عند هذا المستوى في عام 2016 ارتفاع قولي الأعلى وكمان لما كنا عند هذا المستوى في عام 2016 ارتفاع هائل للأعلى والآن هل راح نحصل على نفس الشيء جماعة وكالعادة اللي أقوله أنه هذه مجرد نماذج إحنا قاعدين نشوف إيش اللي حصل في السابق إيش اللي حصل تاريخيا لما كنا عند نفس الإعدادات أو عند نفس الأشياء اللي تحصل حاليا وهل دائما التاريخ تكرر؟ أكيد لا مش دائما ولكن في أغلب الحالات يكون في تناغم فأنا أعتقد أنه في أشياء مشرقة راح نشوفها قريبا يا جماعة واكتب لي رأيكم عن كل هذه الأشياء اللي تكلمنا عنها تحت في التعليقات هذا كان كل شيء عند اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة